صرحت الصين في الاجتماع ان اصلاح قطاع الامن اساسها لتحقيق سلام دائم وتنمية واستدامة مشيرة ان بعض الولدان الخارج من النزاعات تواجه تهديدات امنية مثل الارهاب والتطرف والصراعات العرقية ومخاطر جديدة مثل امن الشبكات والجريمة المنظمة العابرة للحدود حيث يجب تحسين قدرات انذار مبكر والاستجابة للطوارئ ومكافحة الارهاب وكرت الصين ان بعض الدولات زال تواجه تحديات خطيرة ناجمة عن جرائم القوات الاجنبية المتمركزة فيها وان سيارة القانون بحاجة الى تحسين بتقديم مختلف الجرائم الى العدالة ووضع حدل الاعمال خارج نطاق القضاء كما يجب دمج اصلاح قطاع الامن في استراتيجية التنمية الشاملة للبلدان الخارجة من الصراعات وتعزيزه بالتنسيق مع اصلاحات في مجالي الاقتصاد وسيارة القانون وينبغي على الشركاء ضمان موارد كافية ومستدامة لاصلاح قطاع الامن